السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات كل عام وحضراتكم بخير في المعدة بالذات زي ما تعودنا منذ سنوات ولله الحمد والمنى يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نقوم بالإجابة على معظم الرسائل الفورة وردها إلينا مع رجاء خاص وحار لحضراتكم بعدم تكرار الإرسال وتكرار الأسئلة أكتر من مرة لأن هذا يمثل عبء شديد على الصفحة وعلى القائم على الإجابة حيث نتلقى عشرات التساؤلات والأسئلة خلال كل ساعة من ساعات اليوم بنرحب دائما بحضراتكم وباستفساراتكم بس رجاء أن عدم التكرار في الحلقات السابقة تكلمنا في عدة حلقات على موضوع هام وحاوي وساخن وهو موضوع ضعف مخزون المبيض من البويضات وقلنا أن هذا اللفظ هو اللفظ الذي ترتعب منه السيدات وزي ما بقول لحضراتكم أن البرنامج ده له أكتر من عشر سنوات فلو شفتوا حلقات على أي موقع من سنوات طويلة من البرنامج ده مش هتلاقونا كنا بنجيب سيرة هذا الموضوع لأن لم يكن هذا الموضوع من الموضيع المطروحة في الطب ولم تكن فحوصاته بقت شاملة وعامة ومحددة ومقننة وتفيد فده شيء استحدث فيه أمراض نسا بقاله عدة سنوات ما يزدوش قوي عن عشر سنين لكن خلال العشر سنين دول تطور هذا الموضوع ووجدنا فيه تفسير لحالات كثيرة كانت تعاني من تأخر الحمل لمجهول السبب مش واضح السبب إيه ولقينا فيه تفسيرات لمشاكل ولقينا فيه مفاجآت من سيدات سنها صغير وغير متوقع أن مخزونها من البويضات يكون قليل بهذه الدرجة ولقينا أن عندهم ضعف في المخزون وحتى هذه اللحظة يقف الطب عاجزا عن حل هذه المشكلة أو إيجاد علاج شافي وناجع ونهائي لضعف المخزون فنحن لا نستطيع بأي وسيلة من الوسائل أن نزيد مخزون سيدة من البويضات أو نسترجع ما فات أو نعيد ما أتلفه الظهر وما مر عليه الزمن أو حتى نحسن جودة الموجود لأن للأسف الشديد عندما تقل العدد في الأغلب تقل جودة البويضات وقد أكدنا على الكلام ده عدة مرات في الحلقات السابقة والنهاردة هناخد فيديو مجمع كده هنشوف فيه لمرة تانية الأسباب بتاع ضعف المخزون وكيفية تشخيصه إلى أن الفيديو يجهز وحد يزبط لي المونتور هنا عشان أقدر أشوفه وتابعه معاكم هناخد أول اتصال في حلقتنا النهاردة أهلا بحضرتك لا 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 الصوت مش مشوش خالص الصوت مش واضح خالص الصوت مش مفهوم على الإطلاق أنا عندي ورمليفي على الجدار الخارجي من الرحيم حجمه أربعة خمسة مش سامع على الجدار الخارجي من الرحيم الصوت يا جماعة عندي ورمليفي على الجدار الخارجي من الرحيم هذا سامعني يا دكتور ألو أيوة فنو حجم أربعة خمسة يا دكتور أيوة على الجدار الخارجي فالدكتور جالي أنه هو يعني خلي شكل الرحيم مجلوب للخارج في دوارد من الإجاب لو حصل حمل عايزة أسأل حضرتك ماذا توقعونا على ناس لو أنا أدريك عملية واستقصال في اليوم مجلسة حدوثا للإلتصاقات مبارد يعني من يشبطوا للإلتصاقات بنسبة سريرة أي جراحة تجرى يصاحبها نسبة للإلتصاقات وأي جراحة بفتح البط يصاحبها نسبة أعلى بالإلتصاقات وأي جراحة بفتح البط للتعامل مع أعضاء الحوض فنسبة للإلتصاقات أعلى وكل جراحة في الدنيا لها مشاكل ومضاعفات وكل علاج في الدنيا له مشاكل ومضاعفات لكن أنا نلجأ لهذا العلاج أو لهذه الجراحة عندما نرى أن كفة الميزات تفوق كفة العيوب والمشاكل بعد إذن حضرتك اسمعيني من خلال التلفزيون وأنا حجاوب على الكلام بوضوح وصراحة طبعا حضرتك بيتهيق لي أنك اتصلت قبل كده وبرضو صدرت لنا القصة عندي ورم ليفي بس على الجدار الخارجي للرحم عشان ده ما قيل لك قبل كده عشان ما قال هذا يتخذ زريعة أن يقول لحضرتك على فكرة ما تعمللوش حاجة القعدة أن الأورام الليفية طبقا لموضعها قد تكون داخل التجويف وهذه يجب استقصالها حتى لو حجمها ملي متراتي بقى هنا الحجم مش مؤثر المؤثر هو الموضع أورام ليفي في عضلة الرحم ودي تستقصل إذا كان حجمها متوسط 3 سنطي فيما فوق أو أحدثة أعراض الأورام الليفية الخارجية ممكن تركها لأحجام أكبر من كده كلمة أكبر بقى يعني إمتى الورام الليفي الخارجي ده نعتبره أنه كبير ويستقصل لما يصل لحجم 5 سنطي فيما فوق لأن حجم الرحم الطبيعي و5 سنطي فلما يبقى حجم الورام قد حجم الرحم أو أكتر بقى مؤثر بقى كبير وبالتالي يجب التعامل معاه الحاجة التانية اللي تخلينا نتعامل مع ورام الليفي خارجي إنه بقى مؤثر في وضعية الرحم يعني في ورام الليفي خارجي بس في أعلى الرحم زي حد كده لابس بورنيتا ولا تربوش على رأسه مش مؤثر أوه في وضعية الرحم لكن في ورام الليفي خارجي وأمامي فزائر الرحم هخليه منقلب للخلف من درجة متقدمة وده بيصعب الحدوث الحمل واكتماله أو ورام الليفي خارجي على الجدار الخلفي للرحم فقالب الرحم الورى لقاع الحوض ونحية الشرج الأورام الليفية اللي حجمها كبير إذا حدث حمل ودي خارجية مش هتأثر على إن يحصل حمل ولا هتأثر على إن يحصل إجهاضات مبكرة لكن إذا حدث حمل الورام الليفي ده هيكبر بسبب هرمونات الحمل وسيزيد فرص حدوث ولادة مبكرة أو إن الست تفقد جنين في الرابع الخامس السادس لأن الأورام الليفية تهيج الرحم وتثيره وتستفزه وتستحسه على حدوث انقباضات متكررة وبالتالي الأفضل في هذه الحالة إزالة الورام الليفي لكن إزالة الورام الليفي بهذا الحجم يفوق طاقت وقدرة إن نقدر نشيله بالمنزار المنزار يقدر يشيل أورام الليفية لحد حجم 3 سنتيم ممكن أكبر من كده بس في حالات محددة وندرة فممكن الورام ده يتشيل بمنزار ممكن لكن الأغلب والأرجح إنه سيحتاج إلى فتح بطن فتح البطن جراحة قد يحدث منها التساقات الإجابة بقولاً واحداً نعم لكن كلما كان مهارة الجراح أعلى كلما قلت فرص حدوث الالتساقات كلما وعي الجراح بقى أكتر كلما حدثت التساقات بسيطة وفي منطقة في وسط الرحم في جسم الرحم ما هياش مؤثرة على منطقة الأنابيب اللي هي التأثير السلبي للاتساقات حيبقى عليه يبقى ست بالمعطيات دي يجب إنها تدخل لجراحة تعمل فيها منزار نرى الورام الليفي نقدر نشيله بالمنزار ولا فإذا غم علينا إذا صعب علينا إذا ما قدرناش نشيله بالمنزار نشيل المنزار وفي نفس الجراحة وفي نفس التوقيت نعمل فتح بطن ونستقسل الورام الليفي واللي يجري الكلام ده يكون جراح زو مهارة عالية وفي مكان مخصص لده وفي احتياطات معينة نعملها وفي أدوية وفي وسائل نتعامل بيها عشان نقل الحدوث للاتساقات لأقل ما يمكن وبعد الجراحة بشهرين ثلاثة نيجي نعمل اختبار للأنابيب ونشوف الأنابيب تأثرت بالسلب بالجراحة ولا لأ وحصل أي التساقات ولا لأ 80% من جراح جيد قادر يتعامل مع حالة زي كده لن يحدث التساقات أو إذا حدثت ستكون بسيطة وغير مؤثرة وفي مكان غير مؤثر على الأنابيب وعملها وكفائتها اللي هي محور الاهتمام في حدوث الالتساقات إذا حدثت هل معنا اتصال تاني ولا ناخد الفيديو طيب الفيديو اللي هنشوفه فيديو يتحدث عن مخزون المبيض من البويضات تعريف المخزون الضعيف وأسبابه وكيفية تشخيصه ده بنجمع ما قلناه في عدة حلقات قبل كده في فيديو مجمع نشوف الفيديو مع بعضه وحقفه لما نحتاجنا علاق عليه لو اي ام اتش ضعف مخزون المبيض من البويضات هذا هو الهرمون اللي يسمى هرمون المخزون اللي هو الام اتش الام اتش ده تحليل مؤشر يعطي مؤشر عن مخزون المبيض من البويضات المبيض هو الحاجة البيضة البويضات هي الكهر الصفرة الصغيرة اللي بنشوفها داخله ده وهو يحدد فرص سيدة في الحمل وهل يجب عليها الإسرع في البحث عن الحمل أم من الوقت معها لو كان المخزون كويس نقدر نستنى ممكن نوقف الصورة دي بعد إذن حضراتكم ممكن نوقف الصورة الصورة دي بتشير إلى المخزون الطبيعي بتاع السيدات الأرقام اللي هنا ما هيش دقيقة قوي لكن أنا هستخدمها للوصف بيقولوا إن المخزون عند سن 25 سنة اللي باللون الموف اللي على شمال الشاشة المخزون بيقى 5.4 من 10 ده رقم تخيلي رقم 5.4 ده لا يقول إن مخزون جيد وإن ستة عمرها 25 سنة ده يشير إلى مرض اسمه تكيس مبايد الستات اللي عندهم تكيس مبايد مرض المخزون تحليل المخزون بيبقى مرتفع لكن إحنا بنحاول نوري لحضراتكم مثال كيف ينخفض المخزون نفس السيدة لو كان مخزونها 5.4 من 10 عند سن 30 سنة المخزون هيوصل لتلاتة ونص برضو تلاتة ونص ده رقم مش طبيعي وهو يشير إلى وجود مشكلة نفس السيدة لو وصلت لسن 35 سنة مخزونها هيقل ما تاخدوش الأرقام اللي هنا بعين الاعتبار إن دي الأرقام الطبيعية الأرقام دي توضيحية ده مثال توضيحي إن نفس السيدة لو مخزونها وهي 25 سنة رقم فهو نفس السيدة هيقل المخزون ده العادي والطبيعي إنه سيقل بمرور الوقت والعمر والأرقام الموجودة أرقام لطرح مثال وليست أرقام حقيقية ويقينية نماشي الفيديو نماشي الفيديو كلما تقدب العمر قل المخزون وبالتالي قلت فرص حدوث الحمل ليه قلت فرص حدوث الحمل؟ لأن عدد البيضات سيقل وجودتها كمان ستقل وكلما قل المخزون زاد الاحتياج للجوء للوسائل المساعدة على الإخصاب وقلت نسب نجاح هذه الوسائل يعني كلما ست مخزونها أقل كلما احتاجنا نعمل تلقيح صناعي أو حقن مجهري وكمان نسب نجاحها بتبقى أقل وبالتالي هذا التحليل هو من التحليل الرئيسية لمن تبحث عن الحمل ما قلناش اللي سنها إيه؟ طيب ما هي الأسباب اللي تتؤدي إلى ضعف مخزون المبيض من البيضات؟ إيه اللي خلينا نقول لي ست الحي ده مخزونك أقل من المتوقع بالنسبة لسنك العادي والطبيعي أن عند منتصف السلسينات تبتدي المخزون يقل ويستمر في الانخفاض حتى عمر 40 سنة وفي فاكتورز بتأثر على المخزون أولها نمر واحد العمر الحاجة التانية دي عوامل وراسية تكون الست هي أساسا مخزونها من البيضات قليل أو أن يبقى عندها أمراض مناعية فجهاز المناعة بتاعها يهاجم مخزونها من البيضات أو عملت جراحة قبل كده لاستقصال مبيض أو كيس على المبيض أو عندها مرض البطانة المهاجرة من درجة متقدمة أو التدخين حيث ثبتة باليقين أن التدخين يدمر مخزون المبيض من البيضات أو أن الست دي خدت علاج كيماوي أو علاج إشعاعي وكل هذه العلاجات تؤثر بالسلب على البويضات اللي موجودة جوال مبيض اللي قدام حضراتكم ده ملخص لأسباب ضعف المخزون قد يكون ضعف المخزون طبيعي بسبب السن أو بسبب أن الست مخزونها في الأساس قليل أو هجامته جهاز المناعة بتاعها في الأمراض المناعية بالتأكيد انخفاض المخزون ليس سبب أكيد لعدم حدوث الحمل لكنه يقلل الفرص ما نقولش المخزون القليل معنى أنك مش هتحملي لكن المخزون القليل معنى أن فرصك في الحمل قليلة فرص أعلى في اللجوء للوسائل المساعدة فرص أعلى للإجهاض فرص أعلى للتشوهات لو حصل حمل لأنه كلما قل العدد قلت الجودة وكلما قلت جودة البويضات قلت فرص التخصيب وفرص حدوث الحمل وفرص اجتماله وما هي وسائل العلاج لست قلنا لها أن عندك ضعف في مخزون المبيض من البويضات أول جملة لازم نتكلم فيها أن هناك فرص أن يحدث حمل بصورة طبيعية وأنه ضعف المخزون ليس يقينا أن السيدة لن تحمل لكن ما عندناش وسيلة نزيد المخزون معظم الحالات للمخزون قليل بنقولهم روحوا لجأوا للحقن المجهري ليس لأن الحقن المجهري هو الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الأمثل أو نسب نجاحه عالية لكنه الوسيلة الأسرع حيث يمثل الاستغلال الأمثل لأي بويضات منتجة عندما يكون المخزون قليل جدا خاصة مع ارتفاع هرمون اسم الـ FSH كمان على سوق جودة البويضات وبالتالي ليس من المتوقع أن الحقن المجهري سينجح لكننا نلجأ له ليس لأنه الأعلى ولا الأمثل ولا الأقل تكلفة لكنه الأسرع حيث الوقت عامل مهم جدا عندما نتحدث عن ضعف المخزون بعض الحالات قد يحدث نجاح للحقن المجهري بشرط أن تنتج السيدة عدد جيد من البويضات السيدات اللي مخزونهم قليل جدا أو لم تنتج بويضات مع التنشيط في الدول الأوروبية بيفكروا أنه يعملوا للست دي أنها تاخد بويضات من واحدة تانية وتبرع بالبويضات وهذا غير مسموح به في الشريعة الإسلامية ولا بمجمع البحوث الإسلامية لأن هذا يمثل خلط للأنساب ولكننا لا نجد سببا ولا يعني طريقة واضحة أن نزيد مخزون المبيض من البويضات ما فيش واحدة يتضحك عليها يقول لها هنديك حاجة تزود المخزون ولا حاجة حتى تحسن جودته ده كلام مشكوك فيه جدا حتى لما هنشوف الحلقة الجاية ونتكلم على الأدوية المستخدمة اللي السيدات تقول لي ده أنا باخد ده ده سحر يعني أنا لا ما فيش حاجة اسمها كده وحوري حضراتكو فيديو عن حتى الدكاترة بره بيقولوا نفس العينين يقولوا نفس الكلام تقول لها أنا عملت ده وخدت أعشاب إيه وروحت حللت المخزون والمخزون ذات أنا كنت عارفة إني الأعشاب اللي باخدها والوهم اللي بيروهوا لي ده هيزود المخزون وقلنا قبل كده وردنا لحضراتكو دكتور بيقول إن ده وهم ولا تصدقه كل وأي وسيلة بيتقال إنها ستزيد المخزون أو تحسنه سواء كانت أكل أو أعشاب أو أدوية أو 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 فلا يوجد شيء يزيد المخزون حتى هذه اللحظة لكن المخزون القليل لا يعني أن السيدة لن تحمل وفي سيدات اللي بنقول لهم المخزون قليل وقليل جدا ويحملوا لوحدهم مطبيعي والشهر القادم المخزون القليل يشير إلى فرص قليل زي ما نقول انت عمرك 25 سنة لكن مخزونك زي عمر واحدة عمرها 44 سنة هل تقدروا تقولي إن ما فيش ولا واحدة في العالم عمرها 44 سنة وحملت لا فيه بس دول استثناء قد تكوني من الاستثناء دول وقد يحدث حمل طبيعي للسيدة اللي مخزونها قليل لكن ما فيش حاجة طبية الدكاترة يعملوها تزيد المخزون أو الحقيقة تزيد فرص إن اللي مخزونها قليل إنها تحمل قد تحمل طبيعي وقد تحمل بمنشطات ولكن الانتظار لحدوث الحمل الطبيعي والانتظار لأدوية التنشيط إنها تجيب نتيجة يستهلك وقت والوقت ليس في صالحنا والوقت يضاهمنا عندما يكون المخزون قليل وبالتالي في حالات المخزون قليل يجب الاستثمار الأمثل للوقت والاستثمار الأمثل يساوي اللجوء للحقن المجهري ليس لأنه الوسيلة الوحيدة ولا الوسيلة الأعلى نسب النجاح ولا الوسيلة الأبسط والأسهل ولا الوسيلة الأرخص ولا الوسيلة الأكيد إن يحصل معها حمل كل العيوب دي موجودة في الحقن المجهري لكنه الوسيرة الأسرع فبعايزين نعمل حاجة تنتهي نتيجتها خلال شهر واحد هنستكمل الحديث عن ده في الحلقات القادمة ومعنا الآن اتصال تليفوني آخر تفضلي يا منار ألو اقفلي التليفزيون أو بعدي عنه واسمعينا من خلال التليفون بس عشان إذا ما حصلش كده الاتصال حينقطع خلال سوالي حاضر حاضر يا دكتور يا دكتور أنا بحاولة توصلك من زمان يا دكتور طيب فاند مشرف فينا بس حضرتك لو سمحت ينفزي ده علشان الاتصال يفضل موجود ما أنا بايد يا دكتور بايد عن التليفزيون تماما لو سمحت يا دكتور أنا عندي عشرين سنة يعني وقاي عشرين سنة ونص بالضبط أنا متجوزة بقالي سنتين ونص في خلال السنتين ونص دول ما حصلش حمل جزء مش مستمر معاي لفترة طويلة في خلال السنتين ونص دول أيوة يعني بيسافر حضرتك سمعني أيوة سمعك بيسافر آه بيسافر قد إيه وبيجي يقعد معاك قد إيه يعني في خلال السنتين ونص دول حاستمر معايا ست شهور متقطعين طيب وبعدين هو المشكلة حضرتك يعني أن أنا رحت لدكترة في الدكترة الأول كانوا بدوني منشطات من غير ما يطلبوا مني تحليل ولا أي حاجة خالص هذا ليس طيب لقد نسمعت من حضرتك أنه كده غلط لازم الدكتور يطلب تحليل وكده فأروحت لدكترة تنين الدكترة التنين دول الدكتور أول دكتور طلب مني التحليل أنه هو حضرتك بتقول عليه الـ FCH ده والـ L مش أعرف في شفاكة اسمه بالضبط يعني حضرتك ده مش تخصصك فما تدخليش نفسك فيه طلبوا مني تحليل للهرمونات فقالوا عليها إيه لما شفوها قالوا لي عندك تكاييسات جميل وبالتالي كل من كان يعطي لحضرتك علاج قبل طلب التحليل كان وهما تمام وبعدين وبعد كده دكتور رحت لدكتور من فترة قريبة قال لي أن أنت عندك تكاييسات شديدة والتكاييسات دي بتخلي حمل البوايدات بتاعك يوصل عند 8 ملي ويوقف على كده والبوايدات بتتخزن جوه المبيض ما بتنزلش يعني بيصنش تبويض عندك طيب أفندي اللي الدكتور قاله ده مع الذكر أن أنا اللي الدكتور قاله ده كلام مظبوط بس هو ده شرح وتفسير كلمة تكاييس المبيض يعني اللي هو اللي قاله لخضرتك ده هو لما نيجي نشرح مرض تكاييس المبيض لأي وحدة نقول لا تكاييس المبيض دخل الهورموني يؤدي إلى عدم استجابة المبيض لهورمونات الغدى النخامية ولأن البوايدات لا تنضج وتتجمع داخل المبيض في صورة حويصلات صغيرة حجمها ما بين 8 إلى 10 ملي وتحت قشرة المبيض السميكة وبينما الاسترومة بتاعت المبيض بتطلع هرمونات زكورية فتبقى البيئة الهرمونية داخل المبيض غير مناسبة لإنتاج بوايدات جيدة اللي هو قاله لحضرتك ده ده تفسير لفظ تكاييس مبيض تمام فضل سمحت يا دكتور أنا دلوقتي الدورة بتاعتي مش مظبوطة بديلي من شهر يعني بتقعد علي حوالي شهرين وأزيت وكل ما روح ده كده يبدون علاج ينزلوها وكمان دلوقتي يا دكتور بيظهر له حبوب كتير في وشي وحبوب في جسمي وشعر راسك بيقع كتير وشوه شعر بيطلع في جسمي شعر بيقع رهيب شعر الزيارة في جسمي بيطلع بطريقة أنا يعني مش مفهومة لا لا مفهومة كمان يا دكتور بتطلع لي حاجة تانية حاجة دي الألاني بتطلع لي تكتلات تحت باطي وجنب سدري وسدري أحيانا بلاقيه وارم وبيرجع يرجع لطبيعته تانية لا التكتلات اللي تحت باطي دي غدب لنفوية نتيجة ليه التهاب بيحصل في القنوات اللبنية في سدري حضرتك لأن حضرتك مريضة تكايوس المبايد بتزيد في الوزن في مناطق محددة منها منطقة أسفل البطن والأرداف والفغلين بالضبط كده يا دكتور ومنها منطقة السدي فسدي حضرتك كبر فالحمالة اللي حضرتك متعودة تلبسيها ومغيرتيها بقيت ضغط على سدر الجامد فالضغط على السدر ده أحدث التهاب في العوعية اللبنية وأدى إلى حدوث الغدد اللينفوية اللي بتظهر تحت باطيك وده ما هواش ورمزة ما حضرتك متخيلة لكن بس عاد بستعجب جدا يعني واحدة دورة بتقعد عليها شهرين ما بتجيش وعندها كل هذه الأعراض الكلام ده ما اشتكتيش بيه وانتي آنسة ما روحتيش وانتي آنسة عشان تدوري على الكلام ده ده سؤال الأول سؤال التاني وانا رحت وانا متجوزة أم حتى محدش شاف الكلام ده فتورع أنه يقول الحقيقة يقول لي لو سمحت حضرك عندك تكايس مبايد ولازم تخسي ولازم تطلبي تحليل هرمونات يعني إن لازم تكتب لحضرك منشطات عمياني دول ده إيه؟ طب أنا يا دكتور الغدتي أنا رحته للدكتور رح كتب لي برضو على منشط وقال لي تغديلة ما يبقى وجوزك موجود ولو ما حصلش كده ما حصلش حمل هطلب منك أشعة بالسبغة سلام هذا طب في موجود في منطقة في مصر لما بانطق اسمها بيزعله مني هو حضرتك اللي تعملك أشعة بالسبغة يعني ماذا خطورة اللي عندي أنا عايزة عارف ماذا خطورة المرض اللي عندي ويعني أعمل ايه دلوقتي إنه يطلب منك أشعة بالسبغة ليش يخدي علاج نازل الدورة بعد إذن حضرتك اهدي شوية بسه اهدي شوية عشان التكايس المبايد من درجة شديدة ها اللي عنده حضرتك للأسف الشديد مش بتبتدي يتأثر على الدورة وانتظامها والحمل وحدوثه ومش على بشرتك وشكلك وشعرك بيبقى بدي أثر على الهرمونات وعلى المظهر بتاع السيدة يبتدي يأثر على الحالة النفسية فمريضات تكايس المبايد من درجة شديدة اللي زال حضرتك كده يبتدي الناس يلاحظوا لها انت مالك بقيت عصبية كده ليه بقيت متهيجة كده ليه بقيت بتخمي بتبال وشك كده ليه ممكن تسمعيني بس حاضر يا دكتور مع حضرتك أو يبتدي يقولولها انت البنت بقت اكتئابية جدا محد يكلمها ولا من غير محد يكلمها تقوم قفل على نفسها باب وعايز اتعيط هرمونات تكايس المبايد بتعمل كده فحضرتك بتقولي لي عايز اعرف خطورة اللي عندي انا هقولك يعني هاتي وراء وقلم لحد الصبح يعني لان هذا مرض مزمن للأسف الشديد وحضرك عندك درجة شديدة كمان الدرجات الشديدة دي ممكن تأثر على نوم السيدة دي والنظامه ونظام حياتها يلاقوها كده صحية طول الليل وطول النهار موخمة وتعبانة ونايمة وخاصة بعد ساعتين تلاتة من الاكل احساس الصداع النصف الشديد ثم الرغبة في النوم الاكل نفسه تتغير الشهية دايما رايحة ناحية النشويات والسكريات يقولولها خسي فتمسك نفسها عن الاكل يومين تلاتة اربعة ثم فجأة في يوم تيجي تصحب الليل تقوم رايحة فتحة تلاجة ووقفة قدامها واكلة كل اللي فيها زي ما تكون بتخوض معركة وتنتقم من نفسها وينتهي بنهجان شديد وتخش تقوم نايمة ومعيطة كل ده تأثيرات تكيّس المبايد بعد إذن حضرتك حضرك سؤال تيدي سؤال هام جدا وانا مبسوط جدا اننا تسألته وانا عايز اجاوبه ايه خطورة اللي عندي ده وتأثيراته ورق أو قلم وكتبه ورايا قولي عايزة تقولي ايه قولي كل حاجة بعدين انا اجاوب ماشي لو سمحت دكتور انا بس دلوقتي عايزة تتوعيني يعني انا دلوقتي اتصرف ازاي اروح فين يعني اعمل ايه بالزبط وحضرتك بتقولي الخطوات اللي امشي عليها بحيث ان انا بروح للتكاترة بالمعنى الصريح كده بيدحقوا علي يعني مش عارفهم ادام منه كده بس يعني بيدحقوا علي عارفاندم بيعملوا كده عشان الزبون اللي رايح لهم عايز كده احنا الزباين بتوعنا ستات والستات يعشقوا من يكذب عليهن ويخدعهن الرجالة اللي في نظر الستات رجالة كويسين هو اللي بيعرف ياكلها بكلمتين تمام؟ الرجالة اللي بتقولي الحقيقة دور رجالة الستات ما بتحبهمش فالستات الزباين بتوعنا المرضى بتوعنا يعشقنا كلمة انت كويسة هاي لكل ست شايفة نفسها وتحب تسمع ان هي احلى واحدة في الدنيا هذا طبعا ليس حقيقي لان فيه تمام؟ ولكن هم يحبوا يسمعوا كده ويحبوا اللي يقولهم كده فده كترة النساء عارفين كده فبيقولوا لهم كده طب يا دكتور انا دلوقتي اداني علاج قال لي لو انا الدورة بتنتظم عني شهارين 3 وترجع تطلعها بطان ده انا علاج قال لي لو الدورة ما نزلتش خدي عشان ينزل الدورة لمدة 3 شهور وانا سمعت من حضرتك ان كده غلط لازم نستنى مزول الدورة لا لا هو ثانية واحدة انا ما قلتش ان ده غلط بمعنى انه خطأ انا قلت ان ده ليس علاج يعني ده انزال للدورة ده مش علاج ده تعمية لحضرتك عن المشكلة انت هتقعد بقى توجع دماغنا وكل شهر تتصل تقول الدورة ما جاتش طب بصي خدي ده وحتيجي وخدي ده وكرريه فحتيجي كل شهر ده مش علاج ده خداع ده بيلعب على عامل الوقت ده بيمشي اللي قدامه ده من قدامه تعم يلا ده اسمه فضل مجالس طب يا دكتور رمون الـ انا كنت كان مجديني علاج الاول اسمه ايفس ايتش ايه الـ ايفس ايتش انا يا دكتور الاول كان مجديني علاج واسهول الايه عالي رح مجديني علاج رح وصل اتنين وثمانتاشر وثمانتاشر من مية بين حاجة زي كده مش عارف والدنيا والهرمون الـ الـ واحد وثمانية وثمانين هو فاندم ده بعد العلاج طيب ماشي وقبل العلاج قبل العلاج صراحة مش معي الورق يعني ده حالية طيب حضرتك بس بس هو قال لي انه هو عالي طيب ما هو دونان علي قال لي عم بالتكاييسات والتكاييسات شديدة وقال لي البوئيضات بتاعتها غير صالحة ايه فاندم ده كلام مظبوط ما انا قلت اللي هو شرحه ده كلام مظبوط كلام مظبوط ايه انا بس ايه سايبك عشان تخرجي الشحنة كلها وعشان تقولي كل اسئلة اللي عندك وعشان اخد وقتي في الاجابة لان الحقيقة لو انا جاوبتها على حضرتك اجابة دقيقة مع حضرتك تقومني بعد ما اصل عشان اقدر استويب كلام حضرتك حاضر بس ده حياخد الحلقة كلها طيام معانيش يا دكتور لو الحلقة كلها فهي يعني مش هايز اقولك ان هي هتنفعني قدية وبنان عليها ابني حياتي ان شاء الله باذن الله خير واحنا عندنا كل درجات التكيز في الاخر التكيز مرضي واخر الحمل احنا عندنا مشكلة في حالة حضرتك عدم انتظام العلاقة بتاعت الزوج دي مشكلة هتعوق كل خططنا للأسف الشديد حد طلب منه تحليل الزوج حد طلب منه تحليل طلبه منه تحليل بس الدكتور يعني هو قال بس ما تشوفي يعني شوفوا المنشط الاول هيعمليه معايا في الشهر ده اللي انا هاخده حاليا في الشهر اللي انا فيه طب خلينا نفترض كده المنشط جاب نتيجة كويسة وتحليل الزوج الكويس هيحصل حمل ايه علاقة المنشط بتحليل الزوج خلينا اسألك سؤال تاني حضرك بقالك سنتين متجوزة صح سنتين ونص سنتين ونص سنتين ونص وشهرين روحتي الخمس ده كترة اه محدش طلب تحليل الزوج طلبه بس هما كانش راضي يعمله كمان كمان ليه غير ان هما دكتور بيحاسي يعني بيقولوله ان شو وقعان الشعر ده عادي والحاجات دي عادية لا دول بتحقوا عليك انا بعد الجواز يا دكتور زيت ما بقولش يعني بطريقة كده بس بزيد في الوازن ايوة ببزيد ايوة زيت حاجة وعشرين كيلو كلهم في منطقة اسفل البطن لدرجة ان الستات لدرجة ان الستات قريبك لما بيشوفوك يمشي في الشارع وليك ايه ده هو انت حملتي هي بطنك مالها عالية كده ليه مش هكذب عليك ان اتنين شافوني وقالولي نفس الكلمة دي عيب عيب ده شغلي ده شغلي يعني زيادت كلها في بطن يا دكتور انا عارف هو متأكد هذه طبيعة هذا المرض حضرتك بقى السؤال ايه السؤال ان انا عايز اعرف درجة المرض بتاعي ويقال حلول اللي انا اعقل هو الخطوات اللي انا امشي عليها عشان ما اروحش عني دكتور ويقول لي حاجة وتطلع في الاخر امشي اوعد امشي عليها شهر اتنين وتلاتة وسنة وما تباش ويعني طبع ما عملتش حاجة انا بس عايز اعرف ايه حلي يعني علاجي ايه بالزبط علاجي هو المنشط ولا علاجي حاجة تاني المنشط واحد من خطوات العلاج لكنه الخطوة الاخيرة في لستة من خطوات فهذا حضرتك تقول لي هي الدوني ممشط ده مش غلط وقال لي لأ انت حضرتك سنك صغير ومش معقولة يكون عندك حاجة اوه فعلا مش هيطلع عندك حاجة لو عندك تكايز بهذه الصورة هيطلع المخزون سبعة تمانية تسعة عشر اتناشر فحتروحي لحد مش متخصص فيقولك الله ده حلو قوي فساعة ما يعني اقولتلك اللي يقول على ده الله حلو قوي يبقى ايه يعني ده وحش يا دكتور وبيضحك عليها مزبوط يعني هو غلط هو قال لي ما تعملهوش اه مزبوط ده جزء يقيني من تشخيص المرض ودركته وتحديد حطوات العلاق لا هو ينفع لانه بيجرى في اي يوم من ايام الدورة ينفع في اي يوم من ايام الدورة قال لي لا انت سنك صغير مش معقولة يكون في حاجة في مرضي ما قلنا خلاص بقى مش احنا جاوبنا اللي يقول كده ده يبقى ايه وحضرتك سنك صغير بالمناسبة بس ثانية واحدة البرنامج ده الحمد لله بيشوفوه ملايين انا مستعد اقول افتح الهوى كده فاقول يلا ميت الف وحدة سنها صغير وعمل التحليل مخزون ولقيت المخزون شبه من عدم تتصب بها تقول لها انا سنها الحضارة وكانت في واحدة عن 16 سنة تشخصت ان هي مريض التكييس موبايل وعندها مشاكل يعني اللي حضرتك الفيديو اللي عرضته مرة على سي بي سي اكسترا انا كنت بسمعه كده ونزلت الحلقة وستفدت بحاجات كتير انه ده مرض موزمن وده مرض يعني بنتشر في دول كتير سالناس مش حاسة بخطرة المرض ده مظبوط شايفا عادي عشان ولما انا بجي أتكلم على النسبة حاسس ان انا بهول او ان انا خايفة واني انت لسه ظنك صغير لا انت لسه أبادر لا انت لسه هتخليفي الله يعلم ان شاء الله يا رب تخليفي بس يعني حادي ده غيب يعلمه رب الغيب معهولهم على الله وبالمناسبة اي حد ترحوله زو خلفية طبية يدعي انه زو خلفية طبية يعارض ما سأقوله فلو سمحتم اعرضه له الطايتل بتاعي اننا استاذ دكتور في كلية طب القصر العيني وتخصصي هو هذا المرض حاجة وحضرتكم تكايس المبايد خلال هرموني اسمعي وسجلي خلال هرموني وبالتالي يعرف ويشخص بتحاليل هرمونات يصيب سيدات السيدات دول ربنا خلقهم جسمهم عنده هذا الاستعداب وفعلا زي ما حضرتك قلت فيه اعراق واجناس ودول في العالم هي الاكثر اصابة فرغما ان الولايات المتحدة الامريكية يقولوا احنا بنعاني من تكايس المبايد نسبة الاصابة عندهم ما بين 500 ويمكن 7-8% ولانهم اعلى صوت في الاحصاءات اللي بيصدر في العالم فالناس تقولك نسبة الاصابة بتكايس المبايد 7-8% لا دهناك اما نسبة الاصابة في مناطق اخرى في العالم مختلفة ومن اعلى مناطق الاصابة في العالم هي منطقة شرق المتوسط ومنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ومصر والهند من اعلى دول العالم اصابة بتكايس المبايد مش عايز اقول الرقم يقترب من كام في المية عشان الرقم اللي حوله هيكون مذهل لبعض الناس ده نمرة واحد يبقى فيه استعداد جيني ووراثي وعرقي وجنسي لاصابة بالمرض اتنين له علاقة بالاستعداد الوراثي لاصابة بالسكر فالتكايس هو المقدمة للاصابة بمرض السكر عشان اللي بقوله يا حضرتك بتهولي والسكر والتكايس هما وجهان لعملة واحدة من اصابها تكايس مبايد اصابها نتيجة لاستعدادها الوراثي لاصابة بالسكر ولان عندها مقاومة في الجسم العمل هرموني واللي عندها تكيز سيصيبها سكر من النوع الثاني عند بلغها سن 40 سنة أو ما يقترب منه أو من بعده نمرة ثلاثة الستات دول كمان بيحصل لهم زيادة وضحة شديدة مضطردة في منطقة أسفل بطن والأرداف والفغدين حتى لو كانت الست نحيفة في الوزن فالنحيفات ليسوا استثناء للإصابة بالتكيز المبايد لكنهم الحالات الأشد والأقصى درجة والأصعب استجابة للعلاج وتكيز المبايد هو خلال هرموني يحدث عنه الأعراض الآتية اختلال في الدورة بمعنى تغير في كميتها وعدد أيامها تأخر الدورة أعراض للبشرة والمظهر بتاع السيدة تساقط شعر الراس البشرة الدهنية الحبوب في الوجه وفي الكفين في الفروط الراس في الكتفين زيادة في شعرانية الجسم وزيادة في الشعر الزائد في الجسم مش لازم كل السيدات يبع عندها كل الأعراض دي والغريب إن السيدات المصرية تقولها عندك زيادة في شعر الجسم يعني عادي عندي شعر آه كتير بس ده عادي يعني كل الستات كده ده إجابة مصرية وكمان يحصل تغير في الحالة المزاجية والعصبية والنفسية زي ما أنا شرحت في الدرجات الشديدة الدرجات الشديدة من تكيز المبايد تشخص بتحليل الهرمونات ومنها تحليل المخزون فهو من يحدد درجة تكيز الشديدة الستات اللي بتأخر الدورة بأكتر من 40 يوم غالبا هما درجات شديدة من تكيز المبايد الستات اللي عد عليهم سنتين أو أكتر من عدم حدوث حمل مطلقا دون سبب آخر دول عندهم درجات شديدة من تكيز المبايد الستات اللي هرمون الـ LH أعلى من رقم معين عندهم درجات شديدة من تكيز المبايد اللي تحليل المخزون فوق رقم معين عندهم درجات شديدة اللي الصنار يثبت إن حجم المبيض بالصنار سلاسي الأبعاد أكتر من 10 كيوبيك سنتيميتر دول عندهم تكيس من درجة شديدة اهو واضح في معايير اهو حد بس يبقى عارفها يرصها يقوم يقول الست دي تكيس من درجة بسيطة ولا متوسطة ولا شديدة معايير اي حد يعرفها اللي خد التنشيط للتبويض ستة اشهر او اكثر ولم يحدث استجابة للتبويض او لم يحدث حاملة عندها تكيس مبايد من درجة شديدة حضرتك موفية معظم المعايير بتاعة تكيس مبايد من درجة شديدة عشان بس ما نوقفش الحلقة هكمل كلام مع حضرتك على اللي انتي وعايزاها كله بس ناخد اتصال تليفوني معنا عشان الناس ما تعطرش هتليفوني تفضلوا جايل ألو ايا فن ايا فرما عليكم وعليكم السلام انا يا دكتور يعني حملت اول حمس وكتي يعني في الشهر الرابع حصل لنجيف الدكتور قال له ان الحفل السر يعتبر اتقطع يعني شرف الحتة صغيرة نجفت كتير بس انا الحمد لله البيبي عاش جيت تاني حمل في الشهر السادس بعد اذن حضرتك هو البيبي عاش والحمل كمل مفيش حاجة اسمها الحبل السري اتقطع قطعة صغيرة لكن في حاجة اسمها المشي ما جزء منها انفصل كملي وعدين جيت بقى حملتي مرة تانية جيت في الشهر السادس البيبي نزل قبل فيه نسبة تشوهات ان الجمجمة مش بتكبر عنده ونزل جيت برضه حملتي تاني برضه البيبي فيه عند نسبة تشوهات ونزلته في الشهر الثالث يعني انا كل تفاح مال بيحصل تشوهات فانا مش عارفة السبب يا دكتر ده يبقى مني انا ولا من جوزي وانا وانتو قراي اه انا هو ابن خالي ومحدش قال حضراتكم بعد عدة محاولات للحملة حصل فيها كده ان القرابة قد تكون سبب للتشوهات استني بس ويا ريت حضرتك ما ترديش عليها تقولي لي ما احنا جبنا عيل سليم اه مش عارفة يعني يا دكتر احنا عندنا كده بقى في السعيد يعني ما هو ما مش هيتفهموا حاجة زي كده يعني الحاجة دي تحصل يعني احنا قرايب متوزين تعب افانتم لما يفهموا حنقدر نناقشهم يعني دكتر نيكون هو الشاب يعني عشان قرايب هو دي اول مرة حد يقولها لحضرتك لا انا انا متعلمة وعرفها لا لا انا بسأل سيبك من علم حضرتك اقصد من الاطباء اللي حضرتك روحت لهم عمر محد قال لكم دي الارابة قد تكون سبب لا اه محدش قال كده اي اه ويمكن كمان حد منهم ام قال لكم ولا يهمكم ده انا متجوز بالتعمي وبالتخالي ولا يحصلش حاجة طب يعني دكتر ايه يعني ممكن يقول ايه الحل طيب الحل في ايه يعني يعني عشان كل ما بحمل بيجي بيجي زيما فيه تشوهات طب افانتم اذا كان اذا كان تخيروا لنطفكم فان العرق ده الساس وتباعدوا دي توصية من سيد الخلق من سنين والعلم كله بيقول ان كلما زادت زواج الاقارب مش يقينا هيحصل تشوهات لكن فيه زيادة فيه نسبة تشوهات تعم وان العلم والطب استطاع في قصة الاختلالات الكروموزومية وعوامل الوراثة انه يصل الى اسباب ويشخص اسباب لكن لم يصل الى علاج ويريت ما سمعش الرد بتاع وروحنا الدكتور وعمل لنا تحاليل الوراثة اللي هو يكون طلب تحاليل عد الكروموزومات فطلعت عد الكروموزومات الطبيعية فقال لنا على فكرة انتوا طبيعيين بالمناسبة حضرتك لما نعمل لحضرتك انت تحاليل الكروموزومات هتطلع طبيعية وتحاليل الزوج للكروموزومات هتطلع طبيعية قال له امال ايه المشكلة الستة الطبيعية اللي عندها عدد طبيعي من الكروموزومات والزوج الطبيعي اللي عنده عدد طبيعي من الكروموزومات هيطلع حيوان منوي طبيعي في عدد طبيعي من الكروموزومات ودي هتطلع بوايدة طبيعية في عدد طبيعي من الكروموزومات الله كل حاجة طبيعية لكن لحظة الالتقاء بتاع الحيوان المنوي مع البوايدة ده بيحصل خلل في ترتيب ووضعية هذه الكروموزومات الله ما احنا جبنا عيل وكان كويس أيوة فلت لأن هذه التشوهات لها نسبة قد تكون نسبة حدوثها 10% وقد تكون نسبة حدوثها 90% وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعلم الجنين القادم هيبقى بتاع التشوهات ولا طبيعي فحتلاقي كل الناس تقول لحضراتكم والله إذا كنتم مسرين قرروا الحمل مرة واثنين وثلاثة لحد ما ييجي طفل يظهر لنا شكلاً إنه هو طبيعي ولكن ده كمان لا يعفي ولا يعني إنه لما ينزل ما يكونش عنده functional anomalies لأن التشوهات نوعين تشوهات تشريحية نقدر نشوف إن الشكل التكوين فيه خلل وده نقدر نشوفه بالصنار لكن بنشوف عين بيبي اتكونت هل نقدر نحلف إنه لما حينزل حيشوف لا يبقى التشوهات كمان فيها نوع من الخلل فيه الوظيفة تمام وحيقوله لحضراتكم كده افضلوا احملوا إلى أن يأتي مرة يبقى الحمل كويس يعني يا دكتر يعني ما ليش علاج أو أي حل للأسف زي ما حضرك سمعتيني كده في مناطق في الطب والعلم لم يصل العلم أن يجد لها علاجا تمام ففي حاجات في العلم عرفنا نوصل لأسبابها لكن ما زلنا عاجزين على أن نصل لعلاجها طيب شيء جميل أربع مرات تشوهات وحدش طرح أن لا ده بسبب القرابة طيب هل نكمل كلامة على تكييس المغايد عشان خاطر حضرك بتقول ليه إيه المشاكل اللي أنا عرضة لها نعد بقى في مشاكل اللي احنا قلناها دي أعراض تكييس المغايد الستات اللي عندهم تكييس المغايد مش يقينا منهم مش هيحمله لا بس عندهم فرص أقل في الحمل وكلما زادت درجة التكييس كلما كانت فرص الحمل أبعد وأقل للنسبة في الحدوث الستات اللي عندهم تكييس المغايد هيحتاجوا لطنشيط للطبويد نعم يقينا شبه يقيني هيحتاجوا للكلام ده لكنه آخر خطوة في سلسلة العلاجات لإحداث الحمل في السيدات دول طيب نكمل كلام حضرتك كمان سألتيني إيه المخاطر اللي أنا عرضة ليه أول مخاطر إن الستات دول عندهم مخاطر في الوجه والشكل والبشرة والهيئة ودي حاجة بتدايق الستات جدا في حاجات كمان حضرتك أنت ما قلتهاش وأنا أحب أقولها لما جتي قلتي تحت باطي كنت فاكرك هتقولي ده لكن أنت وصفتي غدد لنفوية الستات اللي عندهم تكييس مغايد بيبقى عندهم صمار تغير في لون مناطق تنايات الجلد وأكتر المناطق شهرة تنية الرأبة وتحت الإبط وبين الفخزين ويمكن محدش متخيل ليه سيدات المصريات كتير عندهم تغير شديد في لون هذه المنطقة لأن دي من الدرجات الشديدة من تكييس الموبايل نكمل غير ده في تأثر للحالة النفسية والمزاجية في تأخر في الحمل في إذا حدث حمل فرصة عالية جدا لحدوث الإجهاض المبكر في أول أسابيع وشهور الحمل وإذا اكتمل الحمل وعدى ثلاث شهور الستات اللي عندهم تكييس موبايل عندهم فرصة عالية جدا للإصابة بتسمم الحمل أو بسكر الحمل وده يجب أن يعيه كل من يتابع حمل هذه السيدة السيدات اللي عندهم تكييس موبايل عندما يقتربوا من سن الأربعين وبقى يقعدوش بيفكروا بقى في الحمل وجابوا العيالة اللي هم عايزينهم تبدأ الإصابات بالإصابة بالنوع التاني من السكر وتبدو نسبة الإصابة في 100% من مريضات تكييس الموبايل 2-50% من مريضات تكييس الموبايل سيصيبهم ارتفاع في الضغط 25% هيحصل لهم اختلال في الكوليستيرول والدهون السلاسية والإصابة بتصلب الشرعين والأمراض القلبية 15% من مريضات تكييس الموبايل خاصة الدرجات الشديدة خاصة اللي عندها سمك شديد في بطانة الرحم خاصة اللي بتنزل عليهم الدورة بنزيف وعندهم اندوميترهايبربليزيا نشاط زايد في بطانة الرحم 15% سيصيبهم أورام غير حميدة سرطانية في بطانة الرحم عند عمره 40 سنة فيما فوق ومكتوب في كتب الطب أن سرطان جسم الرحم يصيب السيدات اللي سنهم 63 سنة فيما فوق إلا 15% من حالاته تحدث استثناءا في سيدات صغيرات العمر عند سن 40 سنة السيدات دول هم مريضات تكييس الموبايل الكلام ده مكتوب نصا في كتاب الكتاب اللي بندرسه فيه كل الطب دي الأثار المستقبلية للإصابة بتكييس الموبايل وتكييس الموبايل يبدو مرضا مزمنا وحربا مستمرة على السيدة أن تخوضها يوميا وأن تتذكر يوميا أن كل لقمة بتحطها في بقها قد تزيد من درجة مشكلتها حيث مرض تكييس الموبايل is metabolic syndrome خلل في عملية الأيد وعملية التمثيل الغذائي وعملية الميتابوليز نتيجة لمرض يقيني يصيب المتكييسات وهو insulin resistance وهو مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وهو المحدث الرئيسي الفعال لإحداث مرض تكييس الموبايل نستكمل الحديث عن ده بعد استقبال اتصال تليفوني آخر أهلا بحضرتك أولا حضرتك سنت كم سنة المشكلة عني 30 سنة أيوة المشكلة إيه؟ هتلجأي الحقم المجهري إيه؟ عشان فيه لساقط شديدة في الحض يعني وكده حدثت بسبب إيه؟ كان حمل خارج الرحم كويس أوي يبقى كان عندي حمل خارج الرحم تأخر تشخيصه انفجرت الأنبوبة حصل لي نزيف داخلي رحت البكاترة فتحه بطني وقالوا لي ده لازم جراها عاجلة وعملت فتح بطني لأن أنا كنت في منطقة لا يوجد فيها خدمة إن حد يعمل للعملية بالمنظار فالحمل خارج الرحم بيحدث في سيدات عندهم مشاكل في الحوض وفي الأنابيب حصل انفجار في الأنبوبة وتجمع دمه في الحوض وده يزيد للتصاقات ثم زادوا الطين بلى بعمل فتح بطن واستأصلوا الأنبوبة ولم يفسر لي حد الكلام ده ومحدش قال لي أننا المفروض كان بعد شهرين من هذا الإجراء أروح أعمل أشعب السبغة أختبر الأنبوبة الأخرى والالتصاقات اللي في الحوض وتركت على عماية لعدة شهور أو سنوات إلى أن اكتشفوا أننا تحولت إلى حالة اسمها فروزن بيلفس أو الحوض المتجمد أليس هذا ما حدث؟ أيوة بس أنا كنت عملت بعضيها الأشعب السبغة وبينت أن قال لي الأنبوبة الثانية سليمة أيوة باندم لأن الأشعب السبغة دقيقة جدا ثانية واحدة لأن الأشعب السبغة دقيقة جدا فإنها تقول الأنبوبة سلكة ولا لأ لكنها ليست دقيقة على الإطلاق في بيان الالتصاقات والدليل أو لأ ما هي الالتصاقات ما بينيكش ألا في المنزار تمام والدليل أن حد بص في الأشعب السبغة بتاع حضرك قال لك الله هيلة جميلة ما حصلش أنت حتحملي الشهر الجاي تمام؟ لأ هو قال لي أما لما عملوا المنزار خرجوا له إيه؟ للتصاقات وقالوا إنها التصاقات من درجة إيه؟ من درجة شديدة وإن المنزار مش قادر إيه؟ يفتها تمام برافو عليكي كده عملنا حلينا الامتحان بتاع أكمل في مكان النقط كملي فضل ماشي فأنا عملت التحاليل اللي عملت البرولكتين أيوة تلقى 12 و 82 من 100 ده مش مؤثر قوي في نجاح الحقن المجهري وليس مطلوبا بشدة لكن ماشي غيره طيب والإن إتش طلع ثلاثة من عشر قالوا لحضرتك إيه عليه ده؟ والتي إس إتش و 33 حضرتك حضرتك نطيتي كده أه بس عشان تقولي الإف إتش 33 طيب قالوا لحضرتك إيه قالوا لحضرتك إيه على تحليل المخزون اللي 3 من عشر قال لي ده كويس هو لو أقل من صفر يبقى وحش ولو أكتر من أربع يبقى وحش برضه هو في حاجة فاندي بسمها أقل من صفر يعني قال لي من ثلاثة تقريباً أو كده يبقى وحش هو حضرتك التحليل بتاعك ثلاثة صحيح ولا ثلاثة من عشر لا ثلاثة صحيح ثلاثة صحيح حسنا حضرتك قلت لي ثلاثة من عشر طيب وقال لحضرتك وأن فوق أربعة يبقى وحش أيوة لأن ده يشير إلى درجة شديدة من تكايس الموبايد أما اللي عنده حضرتك دي درجة بسيطة من تكايس الموبايد وتحت الواحد يبقى وحش طيب أيوة صح هو الكلام يتقال لي كده وبعدين والتي إس إتش واحد وثلاثة وثلاثين مني كويس بس أنا دول اللي أنا عملتهم فأنا قلت إذا عرف إيه الخطوات الصح في الحقنا عشان أبقى عارف أنا ماشي صح ولا لأ تتوكل على الله وتروحي في حالة حضرتك كده مفيش ودول أعلى نسب نجاح للحقن المجهري الستات اللي بيعملوا حقن مجهري وسنهم صغير ومخزونهم كويس وبيعملوا عشان مشاكل في تحليل الزوج أو مشاكل في الحوض والأنابيب والتصحات لا مفيش مشاكل في تحليل الزوج لأن أنا حملت قبل كده قولت مرة وحملت حوالي كده خمس مرات أنا مش بتكلم على حالة حضرتك أنا بتكلم نسب نجاح الحقن المجهري أعلى ما يمكن في حالات بقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة أنا عايز أعرف بقى الخطوات اللي أنا ماشي فيها كده صح في حاجة تانية في تحليل تانية كانت تتعامل لا بنا قلت لحضرتك تتوكري على الله وتروحي تعملي إن شاء الله شكرا لحضرتك يا فندي يا دكتور أنا بتابعك من زمان على فكرة يعني وربنا يبركنا في علمك يا رب متشكر لحضرتك بس أنا كان نفسي تقولي لي كنت بتابع حضرتك من زمان فاكتشفتنا أن عندي حمل خارج الرحم مبكرا قبل ما تنفجر الأنبوبة أو بتابع حضرتك من زمان فإنتهى الحملة أنا كنت كنت لست أعرف الحمل ما بقاليش أسبوع ومفجر كل ده كان يعني ما كنتش لسه يعني حملة كان 45 يوم يا فندم هو ما بينفجرش عند 55 يوم هو بينفجر في الأوقات دي الحاجة التانية كنت أحب حضرتك ليه بتابع حضرتك من زمان فلما قالوا لي إن ده حمل خارج الرحم خدت بعضي وجريت على عياد الطبيب بيهد تشتغل مناظير عشان يشل الحمل خارج الرحم بالمنظر مستشفى جديرة يعني روحت مستشفى هنا جديرة جدا اللي هي القصر العيني يعني آه اسمها مستشفى الجامعة عندكم مش مستشفى القصر العيني آه أنا هنا في الجيزة يعني مش آه أيوا يا فندم مستشفى الجامعة يعني هو كنت ما قدرت شرح أي مكان هو اللي قالولها يسعيفك هو القصر هو كان حضرتك عندك انفجار ونزيف شديد داخلي آه آه هو كل ساعة واحدة كده حصل ونقلوا لحضرتك كام كيس دم هو كيس واحد أنا كنت داخلة بكيس واحد طيب ألف سلامة على حضرتك يا رب بالتوفيق طيب قبل ما نختم نكمل إيه بقى الخطوات اللي تعمليها أولا لمريض التكايس ونضايب أولا أنت اذهبي إلى طبيب متخصص تعرفين منين دا أنه يقول الحقيقة مش يقول لحضرتك أنت كويسة وحلوة خد بس المنشطة دي حتجي لي حامل الشهر الجاي الله التبويض هايل يا سلام أنت بتلعب ويضتين لا يقول لحضرتك أن فيه مشاكل واحد اتنين تلاتة والمشاكل دي حتحدث بتحليل نمرة اتنين أن لازم من فقد الوزن فقد الوزن شيء أساسي في مريض التكايس والمباد شيء أساسي وحتمي ويا ريت ما نسمعش من خلتك وعمتك وبنت خلتك وأختك أن فيه أدخن منك وبيحمله فالمقولة دي بتصير الغسيان وتجيب أمراض للأطباء ولازم تمشي على علاج اسمه الميتفورمين لأنه هو الدواء الوحيد 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 والذي لا بديل له الذي يعالج مشكلة مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين ولازم إصلاح أي خلل هرموني موجود مصاحبا لتكايس المبايد لأنه غالبا يصاحبه اختلالات في هرمونات أخرى زي هرمون اللبن وهرمونات الغضة الدرقية والدرجات الشديدة من تكايس المبايد قد تحتاج إلى علاج بأقراص من الحمل حيث تقوم بتخبيض درجة تكايس قبل لحد الوقت كل دا ما اتكلمتش على تنشيط طبويض لحضرك بتخبيض ثم الدرجات الشديدة جدا قد تحتاج لعمل منظار لعلاج التكايسات لتثقيب المبيض وتحفيز المبيض وزيادة إنتاج المبيض من البويضات وزيادة فرص حدوث الحمل ثم بعد كده أخذ منشطات للتبويض وهنا تبرز مشكلة خاصة بحالة حضرتك في عدم انتظام وجود الزوج ووجود علاقة زوجية منتظمة لأن الخمس ستة شهور بعد الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي بتبقى الأعلى في فرص حدوث الحمل أما الآثار المستقبلية فقلناها كلها واللي بتقول لحضرتك واللي قالتلك وانتي آنسة اللي قالتلك وانتي آنسة ما تروحيش لدكاترة وإيه يعني الدورة مش متزبطة ده بنتكات كده وكل البناتك كانوا كده اللي قالتلك كده وانتي آنسة الوقتي حضرتك قعدة تدوري على برنامج وتنزلي في فيديوهات من على اليوتيوب وتشوفي المرض اللي عندك هي في اللحظة اللي حضرتك بتشقي وتلف فيها وشايفة هذه البهدلة والاستهانة هي قعدة بتشرب الشاي في بيتها ما درهاش الكلمة اللي هي ما قالتها لحضرتك دي على الإطلاق وبالتالي يجب اللي عنده مشكلة هو اللي يسعى عليها ويسمع ويستمع لنصيحة المتخصصين المخلصين المتخصصين المخلصين خلي بالك بقى من كل كلمة أنا بقولها كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضرتك تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشت خير